تسلم وزير الخارجية سامح شكري وناظره التركي مولود جويش أغلو بميناء مرسين التركي شحنة المساعدات المصرية السادسة المقدمة إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال وفي مؤتمر صحفي بميناء مرسين أشهد وزير الخارجية التركي بدور مصر وموقفها المساند لتركيا في كارثة الزلزال مؤكدا أن مصر بلد مهم بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم أجمع كان شكري قد وصل في وقت سابق إلى تركيا حيث استقبله وزير الخارجية جويش أغلو بمطار أضنها بعد قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا كعادتها لا تتخلى مصر أبداً عن أشقائها وأصدقائها والشركاء الدوليين خاصة وقت المحن والأزمات التي تعصف بهم وظهر ذلك جلياً في موقفها المشرف من الكارثة التي ألمت بكل من شعبي سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الرئيس السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد أعرب فيه عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين وأكد الرئيس السيسي تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم مشيراً إلى توجيهاته بتقديم كل أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا كما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب فيه عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر مؤكداً تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة وأصدر الرئيس السيسي توجيهات بإرسال طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا وتركيا وبالفعل وصلت الطائرات المصرية محملة بالمواد الإغاثية والطبية إلى دمشق وأنقرة من أجل دعم الشعب السوري والتركي الذين تضرر من الزلزال وزير الخارجية سامح شكري من جانبه نقل رسالة تضامن ومؤذرة من حكومة وشعب مصر إلى الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر وخلال لقائه بدمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد شدد شكري على أن الامتزاج الثقافي بين مصر وسوريا يضرب في أعماق التاريخ لافتاً إلى أن السوريين يعيشون بين أشقائهم في مصر كمصريين من جانبه أعرب الرئيس بشار الأسد عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس السيسي بالاتصال معه هاتفياً عقب الزلزال مثمناً ما لمسه من مشاعر أخوية خلال الاتصال كما شكر الرئيس السوري مصر وشعبها على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد أكد شكري أن هدف زيارته إلى العاصمة السورية دمشق إنساني بالدرجة الأولى مؤكداً استعداد مصر لتقديم كل الدعم للشعب السوري بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا وزار شكري تركيا أيضاً للتأكيد على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة وأن مصر حكومة وشعباً لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤاذرة أشقائها وفي إطار دور الدبلوماسية البرلمانية المصرية الرائدة في دائرتها العربية فقد زار رئيس مجلس النواب ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي سوريا الشقيقة لإبداء التضامن مع الشعب السوري في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر هذه فرصة ومناسبة لكي نلتقي بكم أول مرة ولم تكن مخططة إطلاقاً دليل هذا دليل حب لأهلنا في سوريا وإن شاء الله هنيجي كمان وكمان وانتم هتقولنا وسوريا دائماً حرة للأبد زاهرة تعيش في رفاهية ورخاء وقد التقى خلال الزيارة بالرئيس بشار الأسد كما التقى بالأشقاء أعضاء مجلس الشعب السوري حيث أكد على أن الزيارة إنما تأتي تأكيداً على الدعم والتضامن التام مع الشعب السوري الشقيق في إطار الرباط التاريخي الذي يربط مصر بسوريا الشقيقة مصر دائماً وأبداً لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها وذلك في إطار التضامن والدعم المصري وعلاقات التأخي بين الشعوب وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن